الفعل لكن للتصحيح هي عائلة مكونة من 15 شخصا لم ينجوا منها إلا خمسة أشخاص بمعنى أن هناك عشرة أشخاص قضوا في هذا الزلزال وخالد هناك أحمد ينضم إلينا الآن وهو أحد الناجين الذين استطاع الخروج من تحت الأنقاض وبالمناسبة هو الذي خرج لوحده لم يأتي أحد لإنقاضه أو استطاع أن يخرج لوحده قبل أن تصل في فرق الإنقاض بعد نحو تسع ساعات من الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش سنتحدث مع أحمد الآن خالد لنفهم خالد اللحظات الأولى من الزلزال ممكن أن توصف لنا إياها كيف صار شو اللي صار معكم طوام أول شي كان في كنا نايمين ساعة أربعة صار في زلزال كنا عاديين عجنب أنا وخالي وأخي بغرفة والباقين كانوا بغرفة صار الزلزال ممكن توضح لنا كم شخص كانوا بالبيت؟ كانوا بالبيت الشخص 12 على أكتر 12 شخص كانوا بالبيت أنا وخالي وأخي كنا بغرفة عاديين لنايمين والباقي كانوا بغرفة صار الزلزال ركدنا عليهم طلعناهم عند الباب على السريع حاولنا نفتح الباب لكن الباب من الزلزال ما حسنا نفتحه لأنه كان راصص على بعض فلم نستطيع فتحه حاولنا فتحه لوقت طويل يعني الـ 12 شخص في البيت كلكم توجهتوا للباب الخارجي وحاولتوا تفتحوا الباب ما فتحه نعم حاولنا أنا وخالي شيراز خايشاز أكبر مني بسنتين الله يرحمه حاولنا فتحه بقوة حاولنا كسره ولم يوافنا الوقت لم يضل عنا وقت وضرب الزلزال الثاني اجتمعنا فوق بعض قدام الباب بأقرب مكان واحد بينبطح فيه وبطحنا كل اياتنا فوق بعض وكل اياتنا صرنا بمكان واحد وأتضرب الزلزال الثاني وقعت فينا البنائي يعني البنائي انهارت بالزلزال الثاني مش بالأول انتوا في الأول حاولتوا تهربوا ما استطعتوا لكن في الزلزال الثاني انهار عليكم المبنى ايه بالزلزال الثاني انهارت المبنى وما حسنا نطلع منه وبعد ما بعد هك فترة مما هدي الوضع صرت اشوف حالي وين انا اطلع معا احسن كتير اتحرك كنت عم بس مع صوت وراي صوت بنت خالي بنت خالي سامية اللي طلعت الحمدلله عايشة وكان فيه بنت كمان عايشة والباقيين كلياتهم كانوا ميتين قدامي شفت اكترهم شفت مرت خالي وخالي واخي وبوبناته وبعد فترة لاحسنت اطلع بعد ساعتين لحتى حسنت احرك حالي وعلى ساعة 12 ونص واحدة حاولت اطلع وطلعت لفوق الحمدلله ووجدت فرق انقاذه ونزلتني لتحد وبعدها طلعت بيوم يمكن طلعت بنت خالي سامية يعني انت زحفت من بين الانقاذ وطلعت لوحدك ايه الحمدلله اول شي الله اللي طلعني وحاولت انا اسحف ادور على اي طريق اطلع بس منه انا اطلع يمين يسار اروح امشي اسحف زحف يعني الزحف حتى مو بي ايدي بي اصابع ايدي كان الماكن كتير ديئة حاولت اصحف وطلعت الحمدلله كله بفضل رب العالمين طلعنا وطلعت لفوق وجد انقاذ سنزلني لتحد كيف كانت اللحظات هاي يعني بعرف سؤال صعب اللحظات يعني مرعبة الواحد ما له عارف شو صاير فيها ما له حاسس بشو صاير يعني ما كنت تحت لمصار زلزل رجلي كنت فاقد الاحساس فيها ماك تعارف موجودة مقطوعة مكسورة بعماء يعني لحظات صدق النات وصف وكان عندي يعني 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 انه خايف يصير شي كمان زلزال تاني يعني ما بتعرف شو ديئة كمان كمان انت قلت انه في لحظة بس انهار الصخف كان في كمان شخصين معك بنتين على قيد الحياة نجو ام لم ينجو في بنت الحمدلله حسنو يطلعوها اللي هي سامية بنت خالي والبنت التانية الله يرحمها ما حسنيت يعني الان عشر اشخاص من عائلتك واقاربك توفوا في هذا الزلزال عشرة ايه عادل لك ياهم بستي وخالي وخالتي ومرت خالي وبنات خالي التنتين وأخي وأختي وأبي وأمي كلياتون توفوا ظللنا نحن هوم 5 أشخاص حالياً بتركيا طيب انت حالياً وضعك الصحي كيف شو عندك إصابات محتاج لعلاج شو وضعك الحمدلله الآن يعني علاجات الحمدلله لكني بائزها يعني إصابات طفيفة لا لها إصابات العالية للأولي الحمدلله يعني إصابات عادية لا إصابات عالية أو كسور أو شي الحمدلله ما في شي موسيقى